صعاد جيش الاحتلال الاسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة بالمدفعية والدبابات والزوارق الحربية واعلن الناطق بسبجيش الاسرائيلي مقتل جندي واصابة اخرين في القطاع في حين ذكرت معلومات صحفية اصابة ثلاثة جنود اسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع اما كتائب القسام فاكدت انها قنصت جنديا اسرائيليا واصابته اصابة مباشرة كما قصفت الاليات المتمركزة شمال بيت لهيا بعشر قذائف هاون وعلق رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو على العدوان البري بالقول ان هذا يوم مصري لاسرائيل وقواتنا تحارب حماس من البر والبحر والجو واكد ان هذا العدوان جاء لانه لا يمكننا القضاء على الانفاق من الجو فقط مضيفا لا يمكن ضمان نجاح العملية مئة في المئة لكننا سنعمل ما في وسعنا من ناحيته رئيس هيئة اركان جيش الاحتلال باني جاتس قال ان الجيش الاسرائيلي سيمر في اوقات صعبة جدا في اثناء العملية في قطاع غزة ووصف العملية بالمعقدة وكان قد اعلن بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو انه ووزير الدفاع في حكومته مشي عالون اعطيا الاوامر لجيش الاحتلال ببدء عملية برية ضد الانفاق في قطاع غزة هذا وتتعرض مناطق بيت لاهيا في شمالي القطاع لقصف جوي وبري اسرائيلي واول انجازات العدوان مجزر جديد بحق عدد من الاطفال اذا اعلن مسؤولنا في قطاع غزة استشهاد احد عشر فلسطينيا معظمهم من الاطفال وقد قتلوا في الهجوم البري على القطاع حركة حماس قالت على لسان المتحدث باسمها سامي ابو زهري ان الغزو البري الاسرائيلي لغزة احمق وستكون له عواقب مروعة هذا ولم تستثني اعتداءة جيش الاحتلال مكاتب العالميين في غزة فاستهرفت شقة محاذية لاحد المكاتب العالمية في القطاع الرئيس الامريكي باراك اوباما ابدى استعداده لايفاد وزير خارجيته جون كاري الى المنطقة مبررا لاسرائيل ما تقوم به انطلاقا من حقها بالدفاع عن النفس كما قال تحدثت الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن غزة واكدت على دعم امريكا لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وامل ان تستمر اسرائيل في التعامل مع الموقف بطريقة تقلل الخسائر بين المدنيين الى ادنى حد وفي موقف لافت لم تقدم عليها اي من الدول العربية التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع كيان الاحتلال اقدمت الاكوادور على سحب سفيرها من تل ابيب تنديدا بالعدوان على غزة ترجمة نانسي قنقر